بإذن الله تعالى في الفيديو ده هقدم لك خلوة لآية كريمة خلوة صحيحة ومجربة وحط تحت كلمة مجربة مليون خط مكان الخلوة وشروطها وكيفية العمل فيها كل ده هكلمك عنه بالتفصيل بس ياريت تسمع الفيديو من البداية للنهاية كويس جدا علشان تخرج من خلوتك بصحب وعاد وما يكونش عندك أي استفسارات الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الخلوة أحبتي في الله عبارة عن أيام معدودة وعدد الأيام دي بتختلف من خلوة أخرى والأيام دي بيكون شغلك الشغل فيها العبادة والتخلي فيها عن الصفات الربوبية والصفات الشيطانية وأيضا الصفات الحيوانية وتتمسك فيها بالصفات العبودية إن الله عز وجل خلق الإنسان على أربع أنواع من الصفات وهما الصفات الربوبية وهي الكبريات وحب المتح والسناء والجبروت والعظمة وكل الصفات دي لا تنبغي إلا لله وحده عز وجل أما الصفات الشيطانية هي الكذب والخداع والمكر والصفات الحيوانية المعروفة التي تميل لحب الطعام والشراب والنقاح دي الصفات وبالأخص طبعا الصفات الحيوانية كفيلة إنها تفسد أي خلوة دي الصفات التي يجب عليك أخي الكريم أن تتخلى عنها أما الصفات العبودية هي التي يجب أن تتمسك وتتحلق بها سواء في خلوتك أو في حياتك بشكل عام وهي الخضوع والتواضع والتزلل لله عز وجل فالخلوة أخي الكريم شغلك الشغل فيها بيكون العبادة فقط لا ينقطع فيها لسانك عن ترديد الزكر أو الآية أو الصورة أو الدعوة أما بالنسبة لشروط وصفات الخلوة لازم يكون مكان خلوتك لشروط طبعا وصفات علشان يتم قبولها إن شاء الله تعالى أولا مكان الخلوة لا يشترط أن يكون متسع بالعكس ممكن تسمع لنفسك خلوة حتى وإن كانت متر في متر يسع فقط مكان جلوسك علشان الناس اللي بتقولي أنا ما عنديش مكان أعمل في خلوة مش شرط أخي الكريم إن يكون مكان خلوتك مكان كبير ممكن يكون مكان صغير جدا يسع فقط جلوسك لكن يكون حوله حاجز أو ساتر بحيث إن كنت في خلوتك محدش يشوفك ولن تشوف حد يكون في ساتر يمنعك من رؤية أي شخص ويمنع أي شخص إنه يشوفك علشان بس تقدر تركز في خلوتك وفي ذكرك وأيضا من صفات وشروط مكان الخلوة لازم طبعا يكون طاهر تماما وإنت بنفسك اللي بتقوم بتنظيفه يوميا مش بس كده حاول قدر الإمكان تخلي اتجاه خلوتك مع اتجاه الكبدة الشريفة ده أفضل الاتجاهات وأطارهم إن شاء الله تعالى دي شروط وصفات مكان الخلوة بكل بساطة علشان الناس اللي حسة إن مكان الخلوة مع الجزها وإنه لازم يكون مكان في السماء زي ما شرحت لحضرتك أنت ممكن تصنع خلوة لنفسك في غرفة نومك نفسها طبعا لو ما فيش بديل ممكن تصنع لنفسك خلوة حتى وإن كانت خلوتك هتكون في غرفة نومك نفسها لكن حاول إنك تضع حولها ساتر بينك وبين الأهل وتكون الخلوة في اتجاه الإبلة الشريفة وتكون طهرة تماما وتقوم بدا بنفسك يوميا أما لو ربنا موسع عليك وبيتك كبير ومتسع وربنا موسع عليك فالأفضل إنك تاخد قوضة لنفسك بعيد عن الأهل ومحدش يدخلها غيرك أنت بس اللي تدخلها وتشرف على نظفتها يوميا وتكون القوضة كاملة هي خلوتك الخلوة اللي هقدمها لك مش هتخرج منها بإذن الله تعالى وكفوفك فضية هتخرج منها إن شاء الله تعالى بصحبة طيبة وعهد والصحبة دي بإذن الله تعالى تقدر من خلالها تساعد ناس كثيرة جدا سواء كانت مصابة بالزحر أو المس لكن لازم تكون خلوتك هدفها أو هدفك منها هو رضا الله عز وجل وتكون نيتك خالصة ما يكونش هدفك منها التسخير والكلام ده من كان لله دام ومن كان لغير الله انقطع وانفصل أما بخصوص كيف يتم التواصل شوف أخي الكريم للأمانة التواصل سواء كان سمعي أو بصري بيختلف من شخص الآخر يعني بيختلف من شخص للتاني في مسألة التواصل لكن غالبا بيبدأ أولا بإشارات وخواطر ثم منامات وهكذا إلى آخر وحتى يصبح التواصل يقظى إن شاء الله تعالى لكن طبعا ده بيعتمد على نيتك في الأول وفي الآخر يجب أن تكون نيتك خالصة لوجه الله تعالى الخلوة اللي هقدمها لحضرتك هي الآية من الكرآن الكريم لو في استطاعتك تقوم بيها استعملها ولو ربنا منى عليك بسر من أسرارها العظيمة بسر واحد بس صدقنا هيغنيك عن ألف خلوة تانية لكن للأمانة الخلوة هتحتاج لسيوم عن أكل ما به روح أو خرج منه روح لإني زي موضحت لك في فيديوهات سابقة أكل البروتين في الخلوة هيفسد خلوتك لا محالة لأنه بيزود الشهوة الجنسية عند الإنسان فلازم تبتعد عن أكل ما به روح أو خرج منه وتقلل كمان من أكلك خلوتك هتكون لمدة تسع أيام وتهيأ نفسك كويس جدا فيها وإن خرجت من خلوتك تخرج لقضاء حيدي فقط مهمة وتعود إلى خلوتك سريعا الخلوة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموكنين هتبدأ من فجر يوم من الاتنين وبعد صلاة الفجر هتبدأ أولا بصورة الفتحة سبع مرات وبعد كده هتقرأ الآية الشريفة عدد تسعمية مرة وحاول قدر الإمكان إنك ما تغلطش في العدد وإن أخطأت فيه بدون قصد فلا ضرر داو مع النظام دا بعد كل صلاة الفتحة أولا سبع مرات وبعد كده الآية تسعمية مرة وتختم أيضا بالفتحة سبع مرات ووقت فرهك في خلوتك استغلوا في الصلاة على سيدنا النبي عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم بدون عدد الخلوة دي يا جماعة من الجواهر الندرة والله فيها صحبة وعهد لو قادر على شروطها توكل على الحي القيوم وادخلها لو مش قادر بلاش بخورك فيها جاوة وما تخلطهاش بأي حاجة تانية جاوة فقط حاجة أخيرة قبل ما اختم مع حضرتك الخلوة دي ورب الكعبة ما فيهاش أي ضرر ولا خوف بالعكس هتحس فيها بطمؤنينة وراحة وسيبك من اللي يقولك هيزهر ليك فجأة ملك من الملوك الكلام دي يا جماعة ملوش أي صلاة بالحية والتواصل زي ما شرحته لحضرتك بيتم تدريجيا إشارات وخواطر ومنامات لكنهم مش زي ما انت متخيل أو حضرتك بيتسمع لو عندك أي استفسار اكتبه لي وأنا بإذن الله أجاوبك عليه ياريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته